في فيديو اليوم رح نحكي عن أفضل 7 مسلسلات سورية شامية لرمضان 2023 المسلسل الأول مسلسل مربى العز بلشت رشاشة ربجي التحضير لمسلسلة شامية الجديد مربى العز المسلسل هو من تأليف علي معين صالح وهيك بيجتمعوا للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل كسر عظم وبيجتمع بالمسلسل بعض النجوم المشاركين بالعمل واللي وقعوا عقود بالفعل مع الشركة المنتجة مثل عباس النوري وأمل عرفة وندين تحسين بيك ومحمود نصر وخالد القيش وفادي صبيح حسن خليل وإبراهيم شيخ وأنس شربك بالإضافة لمجموعة تانية من المواهب الجديدة العمل هو من إنتاج MBC ليكون جاهز للعرض برمضان القادم لا يتحضر عند المخرجة عملين شامية وصرحت رشا شربجي أن المسلسل بيستعرض تطور الأخلاق عبر السنوات وكيف تربى أهل دمشق على الأصل والعز مؤكدة أنه ابن العز بيظل ابن عز مهما جارت عليه الأيام وبينضم للعمل أسامة الروماني بشخصية الزعيم أبو علاء لتكون مرته بالمسلسل القديرة نادين خوري كما أنه انضمت الفنانة وفاق مصلي بشخصية صاحبة حمام النساء بالحارة ورح يكون للفنانة روعة ياسين دور محوري بتواجه فيه نجمة أمل عرفة مسلسل زقاق الجن مسلسل زقاق الجن هو الإنتاج الثاني لشركة MB للإنتاج الفني والتوزيع بعد ما أنتجوا مسلسل الكندوج واللي ما نجح بجزءه الأول هذا الشي دفعهم للاستعانة بالكاتب محمد العاص اللي عالج الجزء الثاني وحقق نجاح كبير بتدور أحداث المسلسل بحارة دمشقية بتجري فيه لكتير من الأحداث الغريبة والجرائم اللي عم يربطها لبعض بالجن الساكن بالمنطقة قبل اكتشاف الحقيقة المفاجئة وبشارك فيه كل من نجاح سفكوني وسعد مينة وجيانا عيد ووائل زيدان وعلاء قاسم وشادي زيدان وبالإضافة للفنانين الشباب حسن خليل وسليمان رزق ورامي أحمر وليانا سعد ودوجانا عيسى ورح يأدي أيمن زيدان شخصية رب العيني أبو نذير وكل من وائل وشادي أولاده والأخوين لطفي ولطيف بزياء الجن واللي رح يلعب دورهم الفنانان همام رضا وحمادة سليم وبيلعب حمادة دور لطيف الأخرز واللي بيعاني من مشاكل نفسية سببه صدمة قديمة أثرت على قدرته على الكلام في حين بيأدي همام دور لطفي أخو وهو الشخص المحب الودود والشهم مسلسل حارة الإبوة الجزء الثالث بيشهد مسلسل حارة الإبوة بموسمه الثالث لكتير من التغييرات فبتحل الفنانة رنش ميس بديلة لزميلتها سلافة معمار بشخصية أم العز وبتتواجد الفنانة أمال عرفة بشخصية إخلاص أخته لأبو العز وبتشارك الفنانة تسنين باشا بالمسلسل بديلة للفنانة روعة السعدي واللي كشفت بوقت سابق انه هي علمت باستبدالها من مواقع التواصل الاجتماعي موضحة انه استبدالها كان بسبب رفض الظلم فهي تلقيت الكتير بالوعود من أجل تغييرات كبيرة على شخصيتها لكن ما شافت شي كما أنه بتغيب الفنانة إمارات رزق عن حالة الإبو الجزء التعليم بعد انتهاء شخصيتها غندورة بالموسم التاني فيما بيستكمل الفنانون عباس النوري وندين تحسين بيك وخالد القيش وندين خوري وفادي صبيح ومحمد حداقي وفراس إبراهيم شخصياتهم بالمسلسل مسلسل العربجي مسلسل العربجي هو قائم على التشويق والإثارة من خلال حبكة رامية ممتعة وقال مؤلف العمل أنه المسلسل بندرج ضمن إطار البيئة الشامية وهو مو مؤطر زمنيا بتاريخ محدد بتناول قصة العربجي الرجل اللي كان بينقل البطائع على العربة بدمشق وبيقع بطل المسلسل بغرام ناجية واللي بتكون بتشتغل غسالة أموات لكنه ما بتبادله المشاعر فبعيش صراع ليفوز بحبه وبتركز القصة على الظلم اللي بيولد رد فعل عنه من أجل استعادة الحقوق لأصحابه المسلسل هو من تأليف عثمان جحا وعدنا النص مؤيد النابلسي أما الإخراج به هو لناجية عميل وهو من إنتاج شركة جولدن لاين وبشارك ببطولته سلو محدد وطلال مارديني وديما قندلفت وبسام ذكاك ومديحة كنيفاتي وفارس ياغي وندين خوري وميلاد يوسف وحالة رجب وهدى شعراوي روبي نايسا وشادي الصفتي مسلسل الزند بتدور قصة مسلسل عاص الزند تقريباً بعام 1900 أي قبل الحرب العالمية الأولى وفترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام أي أنه المسلسل هو خارج نطاق الأعمال التاريخية وممكن أنه يكون أقرب للمسلسلات الشامية بتروي قصة المسلسل سيرة شاب اللي بيكون عمي لعب دوره الممثل تيم حسن هذا الشاب بنحدر من عائلة نافذة وعنده لكثير من الخدم بعدين بيقى هذا الشاب وهو بيسن مبكرة بعشق ابنة الخادمة والراقصة عندهم واللي بتكون تلعب دوره الممثلة دانا مارديني هذا الشاب بيقيم مع الراقصة علاقة خارج إطار الزواج بعدين بيصل على الزواج منه ضمن مسلسل عاص الزند بعدين بيتحدى هذا الشاب واللي عمي لعب دوره تيم حسن الآغة وبيهز عرشه وبيجابه كميرارا وتكرارا وهون بيكون هو عمي هين سطوته والمسلسل هو من إخراج سامر البرقابي وبضم العمل ببطولته أنس طيارة والفنانة دانا مارديني والفنان فايز قزق وفيلدا سمور وباسل حيدر وماذن عباس ورهام غسان ونهاد الخطيب والنخبة كبيرة من نجوم سوريا وهذا العمل هو اللي رح يرجع تيم حسن لتراما السورية بعيد عن شخصية جبل شيخ الجبل اللي قدمه بالسنوات الأخيرة ويبدو أنه مستوى التشويق رح يرتفع بمسلسل الزند بعد ما كشفت مصادر عن لعب النجم السوري الشاب أنس طيارة لدور البطل المضاد لشخصية عاصي الزند اللي عمي أديه النجم تيم حسن رحي أدي أنس طيارة شخصية ابن الآغة واللي بتبلش حكايته بحدث محوري ببداية العمل لينقلب الصراع بينه وبين الزند بمواجهات متناوبة على مدار حلقات المسلسل مسلسل باب الحارة جزء 13 تنتقل أحداث باب الحارة 13 من حارة الصالحية لحارة الضبع بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان استقلال سوريا وبيشهد هذا الجزء عودت شخصيات غابة عن العمل مثل أبو بدر فوزية أبو الحكم وعندنا الفنان فاتي الشامي بشخصية سمعو ورح تشارك الفنانة أمانة والي بدور جديد وكشف مؤلف باب الحارة الكاتب السوري مروان قاوغ أنه اضطر لأغلاق ست بيوت وحذف قرابة 50 شخصية بباب الحارة بالجزء 13 هذا المسلسل رحي نعرض بموسم دراما رمضان 2023 ومن أبرز الشخصيات اللي نحذفت شخصيات وسيلة خانم اللي جسدت الفنانة نظر رواص وعندنا أم منصور اللي جسدت الفنانة سلمة المصري وأخيرا مسلسل جواد شامي بدور أحداث العمل بحارة شامية حارة أبو محمود هاي الحارة ما بتنتبي للواقع الموثق تاريخيا وهو خلاصة ورؤية عن حقبة ومرحلة بحياة الدمشقيين بشكل خاص والسوريين بشكل عام بملامح بدل على بداية نهاية الحكم العثماني للمنطقة النص بحط المشاهد مباشرة أمام حالة الصراع بين عائلتين من عوائل الحارة هذا الصراع قدمك البيت وكاد أنه يوقف الحياة فيها من دون ما يستمع أحد للصوت ورأي العقل ومن هاي الفرضية بتبلش الأحداث ليكون محورة عائلات الحارة العمل هو إنتاج شركة قبان للإنتاج الفني وهو فكرته سيناريو وحوار عدنان ديوب وإخراج منال محي الدين عمران إذا عجبكم الفيديو وحبيته بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات بتحبوا أعملها بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر